سياقي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن مشاركة الأولايات المتحدة في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لم تتعد إطار المساعدة في ضمان سلامة المختبرات ندعم الجهود المبذولة للتوثيق والتحقيق في تقارير جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا والحقيقة أننا رأينا تقارير موثوقة للغاية عن هجمات متعمدة على المدنيين وهو أمر يعد وفق معاهدة جينيف جريمة حرب ولكي نكون واضحين للغاية لا تمتلك الولايات المتحدة أو تشغل مختبرات بيولوجية في أوكرانيا ومثل ما فعلنا في بلدان أخرى حول العالم فقد ساعد الخبراء أحياناً أوكرانيا في مسائل سلامة المختبرات